بسم الله الرحمن الرحيم المرة اللي فاتت عملنا كلوننج للريبو وتعلمنا الامر اللي بيعمل كلوننج طيب خلينا المرة دي نتعلم ان احنا نعمل بوش لأي ملف من الريبو عندنا للريموت ريبو مبدئيا كده تعالوا مثلا على الفايل بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه اللي اسمه تست ويتعالى اا اا مسلا نعمل ملف وليكن اسمه نيو دوت تيكست نيو تاتش دي الامر اللي اسمه تاتش ده بيعمل ملف جديد طيب خلينا اا نفهم حاجة قبل ما نبدأ ان احنا نرفع احنا عندنا تلات او عندنا جيت اد جيت كومت وجيت بوش طيب ايه الفرق ما بين التلاتة لو جينا نبص هنا في الرسمة دي عندنا الوركينج دايريكتوري اللي هو البي سي اللي احنا بنشتغل عليه اا عشان نحوله لليستيجينج اريا بنكتب جيت اد ايه الليستيجينج اريا دي انت عندك شوية ملفات عايزة تترفع المفروض انك بتجهزهم عشان يترفعوا فبننقلهم لمرحلة اسمها ستيجينج اريا بالكومند اللي اسمه جيت اد بعد كده بنبعتهم من ستيجينج اريا لل لوكال ريبو عن طريق الامر اللي اسمه جيت كومت وفي الاخير بنكتب جيت بوش عشان نطلعه او نرفعه من اللوكال للريموت الستيجينج اريا مرحلة واللوكال ريبو مرحلة كل ده على البي سي لوكال لسه ما ترفعش لما تحب ترفع بقى من عندك ليه الريموت ريبو من اللوكال للريموت ريبو بنكتب الامر الاسمه جيت بوش نشوف الكلام ده عملي دلوقتي طب انت دلوقتي ممكن تقول لي ما هي نفسها اللوكال هقولك هي مجرد مرحلة بس يعني انت مجرد مرحلة لما بتنقلها من للاستيجينج اريا كأنك بتجهز الملفات ان هي تترفع على الريموت ريبو وتكون في كامل الجاهزية انما اللوكال ريبو على برضو بتاعك على الجهاز بتاعك لكالي لسه ما ترفعتش فدي مجرد المرحلة يعني تعالى كده نشوف مسلا احنا عملنا ملف اسمه خلاص عايزين نودي لي كأننا مسلا بنطلقه على المسرح يجهز بقى ان هو اي يترفع على الريموت طيب هنعمل ايه هنعمل واسم الملف ده اسمه ايه اسمه اترفع على طب عشان نتأكد عشان نشوف الحالة بتاعت الريبو نشوف احنا وقفين فين يا ترى وقفين لسه في الوركينج دايريكتوري مرحلة الوركينج دايريكتوري ولا روحنا على الستيتجينج اريا تعاكد هنكتب جيت ستيتوس وتشوف الدنيا ماشي ازاي بيقول لك ان في ملف اسمه المفروض ان هو هيتعمله كميتت يعني المرحلة اللي جاية ان هو هيتعمله كميت تعالى نعمل له كميت اللي هي المرحلة اللي بعد التحويل مستيتجينج اريا لوكا الريبو جيت كميت بيقول لك ان جيت كميت دي بتتبعد معها مسج كده مسلا اه اه كملاحزة مسلا انا حاجة نقول اه اه نيو فايل از تو بي كميتت مسلا. طيب هيزهر لنا هنا اه اه حاجة بتاعت الجيت تسطيب يقول لك مسلا الايميل والنيم وهكزا. طيب عشان اه اه نسجل الايميل بناخد الامر ده مسلا. ويه نكتب اي ايميل انت حابه يعني مش شرط اللي متسجل به. ده بالنسبة للايميل. وبعد كده هيطلب منك اه 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 النيم. وتعالى بعد كده نعمل تاني جيت ستيتوس ونشوف. برضو نفس الامر لسي. طيب. جيت كميت نيو فايل ده. بتعامل كميت. طب تعالى نعمل جيت ستيتوس تاني كده. بيقول لك خلاص ان هي المرحلة اللي عليها الدور عشان نرفع من اللوكل للريموت. وتعالى نعمل نفضل الدنيا كده. وبعد كده نعمل جيت بوش. تعالى كده نجرب الاول. هيقول لي ان جيت بوش اللي عليها الدور. تمام? جيت بوش. هيقول لي اربط الجيت بتاعك بالجيت هب. طيب هتتعمل ازاي? تعالى نمشي واحدة واحدة. هيقول لك هتحب تعمل عن طريق البراوزر ولا عن طريق التوكن. تعالى نعمل عن طريق التوكن. طب ازاي? نيجي هنا. عند آآ وبعد كده. ونعمل ندخل الباسورد. وطبعا دي الصلاحيات مين اللي يقدر يرفع على الريبو من الادمن المتحكم. طبعا آآ نعلم عليه وما فيش مشكلة دلوقتي. ونعمل جينيريت توكن. طبعا اي نود. ادي النود آآ ناخدها كابي. ونروح على الترمينال. ونعمل هنا بيست. ونعمل صين انا. كده آآ آآ رفعنا الملف بتاعنا. طب تيجي نتأكد ونروح على الريبو ونتأكد ونشوف. ودي الملف اللي احنا عملنا. تعالى بقى نعمل الخطوات دي تاني من غير بقى تسجيل الدخول وتسجيل اليوزر نمو الايميل والحاجات دي. عشان ما نتلخبطش. تعالى نعمل ملف تاني اسمه آآ تراي تو دوت تكست. وبعد كده نضيفه للستيجنج اريا. جيت اد تراي تو دوت تكست. وبعد كده نودي لي جيت كومت. داش ام الرسالة بتاعتنا ماشا. المسيج نيو فايل. وبعد كده نشوف كده. هيقول لي انك ناقص لك الجيت بوش. جيت بوش. اترفع. طب تيجي نروح نتأكد. نعمل اهو. تمام. طيب احيانا بعد ما اضيف الملفات اللي انت عايز ترفعها. للستيجنج اريا. تتراجع عن القرار ده. وتكون مسلا عايز تنزلها تاني لبرحلة الوركينج دايركتوري. هتعملها ازاي? تعالى مسلا نعمل هنا ملف وليكن. آآ تست دوت تكست. وبعد كده. نعمل جيت اد ان احنا بنوديه للستيجنج اريا. وعايزين نشوف آآ جيت ستيتوس كده. آآ بيقول لي ان في ملف جديد اهو. ما تعملوش كومت. او اضاف على ستيجنج اريا مش معمول له كومت. طيب احنا عايزين نرجعه هنعمل ايه? جيت ريسيت هيد واسم الملف اسم الملف ايه? تست دوت تكست. طيب تيجي نعمل جيت ستيتوس ونشوف تاني ايه اللي حصل. آآ فهيقول لك هنا ان في فايلز يعني في فايل محتاجة ان هي تترفع لسه. مزي ما كنا قبل كده عملنا جيت اد. ودي زهرت باللون الاخضر لو تلاحظوا هنا. ويقول لك يعني اه اه في انتظار ان احنا نعمل لها كومت. لا ده هنا بيقول لك ان هي اصلا. محتاج انك لسه ترفعها وتاد ات. عالستيجنج اري.